طيب زيزو النهاردة الزميل والنقد رياضه سيد اسلام صادق انفرض بحوار مع زيزو بحييه ودايما اسلام صادق يعني بيعرف يجيب الخبر لكن عاوز اقول لحضراتكو ما ذكر الحمد لله الحمد لله قلناه بان كم يوم ده لا يقلل ابدا من الجهد الكبير اللي انت توصن لزيزو المزر نفسه لجيب منه الخبر ده يحسب لاسلام صادق المتقلق قاعدته دائما لكن تكلمنا معاكم في كل التفاصيل اللي موجودة في ما بين زيزو وما بين مجلس الدارة خلال الايام الماضية سواء من خلال الاخبار اللي كنت بقولها او من خلال محادثاتي مع صادقنا في الاعداد والنقد رياضه سيد محمود فؤاد كل شي قلنا لكم ان كل واحد نفسه في الاحتراف ادارة الزمالك نفسها ان زيزو يحترف عشان حل الازمة المالية انه حيدر للنادي دقل ما يزيد عن 300 مليون جنيه وزيزو هو الاخر نفسه في الاحتراف لكن هو عايز مجلس الادارة يقول له احترف انه جاي له عقد ما فيش حد يرفضه اطلاقا لكن البعض كان خايف لان مجلس الدارة الزمالك لما تولى زمام الامور قالك ان زيزو من اساس نادي الزمالك من الاسس دقل نادي الزمالك التي لا يتم التفريط فيها فلو تم التفريط فيه دلوقتي هيبقى القرة في ملعب مجلس الدارة نادي الزمالك وبالتالي انا بقول لحضراتكم زيزو سيرحل عن نادي الزمالك نهاردة اطع جاستو رجع للنادي كان في صورة موجودة بصحبة بعض اللاعبين على التمام لكن في صورة دلوقتي برضو هقول الحوار تم ولا ما تمش معنا يا جماعة دوني الجديد في صورة هتنزل دلوقتي بيقول يقولي في الاعداد ان زيزو نفى الحوار قال بيقول كل اللي بيحصل ده بيقول كل اللي بيحصل ده بيبينلك قد ايه احنا فاضيين قد ايه الناس ما عندهاش حاجة واحدة مهمة في حياتها تعملها الحياة دلوقتي عبارة عن اتنين قاعدين مع بعض بيفكروا هيكذبوا في ايه النهاردة بيفكروا ازاي نفبرك اخبار ونولع الدانية ونجيب ريتش هنكلم ما تقولوش بس كل حاجة لها وقتها برضو ما قدرتش اقول هل هو بيقصد بذلك نفى الحوار ولا لا ما قدرتش اللي انا اقول ممكن بتكلم عن امر تاني لكن تمام اه زي منا استام صادق طلع مع زي منا عدد الاعلامي ستصف زهر وقال ان الحوار متسجل اه كاملا مع زيزو وانا بالصوت والصورة مفيش حاجة جديد خلينا نشوف اه يعني مين اللي حيواصل الى اللي حصل لكن انا بقول لحضراتكم زيزو متمسك ان هو لازم يروح رحلة الاحتراف وهو برضو مفيش حد هيرفض مبلغ كبير ازا ده صعب اوي في زمن اصبحت المادة فيها كل شيء خلاص احنا في حصر احتراف اللي خلى كريستيانو يعني ينتقل منين لفين مع كامل احترام وخلى الدنيا كلها فيه فيه ملايين بتتكلم دلوقتي على ارض الواقع فده قصة زيزو بالامس برضو تكلمت في عقد عواد ان هو 18 مليون في الموسم ونسب مشاركة بصراحة وللامانة انا تلقيت اتصال بعد الحلقة من احد المسؤولين الكبار في ادارة نادي الزمالك السابقة قال لي ان عقد عواد ما كانش 18 مليون كان قال يصل 10 مليون واحنا جبناه من نادي الاسماعيلي في الظروف ما كانش فيه حراس في نادي الزمالك وان عواد من اللاعبين الكبار جدا وان حراس المرمى ما لهمش نسب مشاركة فللامانة لازم انقل ما قيلة لي بالامس في اتصال تليفوني مع احد المسؤولين الكبار في نادي الزمالك لكن الموسم ده الموسم الحالي ده بنقول ان العادة 18 مليون بقى تم تغييره مع لدرجة جديدة الله اعلم لكن انا بقول لكم المعلومة بتاعة الموسم الحالي تمام المستند موجود معانا بس احنا ممكن نطلعه على الشاشة لكن وقت الضرورة هنطلعه على الشاشة لكن انا من باب الامانة نقلت ما قيلة لي المحادسة كمان كان فيها امور كتيرة جدا بخصوص خالد بطيب وازاي وقعت غرامة على نادي الزمالك وامور كتيرة جدا تخصها نادي الزمالك هخرجها في حينها ان شاء الله جنش على رادار نادي الزمالك اسماليا ريح جاي جنش على رادار نادي الزمالك جنش حارس مهوب وحارس كبير ونادي الزمالك في حاجة الى حارس واثنين وثلاثة زي ما الاهل الشناوي وشبير وحمز علاء خلاص على فكرة الزمفولي النهاردة انتقل لنادي غز المحلة من نادي الداخلية وكان اعار النادي الاهلي تلات مواسم تلاتة مليون جنيه في الموسم الفلوس كان شرط جزائي لنادي الداخلية تلاتة مليون شرط جزائي ولكن الزمفولي فلوسه بدل ما تروح اتحاد القورة حرصا من وليد خليل رئيس شركة القورة في نادي غز المحلة الشخصية المحترمة حيروح لسيادة اللوة في نادي الداخلية وحياخد الفلوس وجلسة شاي والموضوع خلص بتاع الزمفولي لكن ارجع تاني الجنش الراجل رحب وقال انا مساعد العودة لكن التفاوض يكون من خلال النادي اللي انا موجود فيه نادي مودن الزمالك دخل في الفوضات ايضا مع ام بي لضم عدل عزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق البوترولي زمالك حيقابل في الكونفودرالية شرطة الكيني اللي فاز على البن الاسيوبي بهدف دون رد في اياب الدور التمهيدي الاول زمالك في معسكر الاسكندرية عنده ثلاث وديات حيبدأ المعسكر برج العرب من يوم الخميس المقبل الاتفاق على اطراف المباراة الوديات اللي حيخضها خلال الفترة القادمة المعسكر من 29 اغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل وده استعدادا للموسم الجديد ومواجهة الشرطة الكيني في الكونفودرالية